هل لديك تصور أو رؤية حول توجهات ونظرة حكومة بغداد على الأحزاب الكردية؟ يعني خلي الحكومة في بغداد كانت مواقفها إيجابية صراحة من الإقليم وتفاهمت وتجاود مع مبادرات الإقليم لكن المشكلة في من يقود الحكومة في بغداد هناك الإطار التنسيق للأسف وأنا قلته مرارا أن الإطار التنسيق يعتمد على شق الخلاف بين المكون الكردي وحتى المكون السني لتغطية خلافاته ومشاكله الداخلية للأسف كما شهدنا في فترة موضوع المناقشات جلسات الموازنة في مجلس النواب أيضا كان لأطراف الإطار التنسيق دورا سلبيا في تعميق الخلاف والهو بين الحزبين الكرديين يعني كان الأولى بهذه الأحزاب أو هذه الأطراف أن تقود الجهود الجيدة والإيجابية بين الحزبين لا أن تساعد في تعميق الهو بين الطرفين ما شهدنا نتأمل أن لا نشهده في المرحلة المقبلة باعتبار أن الأطراف المتنفذة في بغداد دعنا نقول بالتحديد أطراف الإطار التنسيقي التي شكلت حكومة السيد السوداني بحاجة إلى توافق وهدوء كردي كردي من أجل استمرار حكومة السيد السوداني مع وجود المشاكل في الإقليم وعدم رضى الإقليم أو حزب معين في الإقليم عن أداء حكومة السيد السوداني أو أداء أطراف الإطار التنسيقي أكيد ستكون هناك مشاكل كبيرة لو لاحظنا تصريحات السيد الرئيس إقليم كردستاني يوم أمس حول استئناف تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا يعني عاتب أيضا الحكومة الاتحادية في بغداد وقال أن الحكومة أيضا لم تفي بالتزاماتها في هذا الموضوع يعني أن هناك انتقاد كردي هناك انزعاج كردي من بعض التصرفات الحكومة الاتحادية ومن يقفون وراءها لذا أنا برأيي أن استمرار الأطراف السياسية في بغداد في عدم مساعدة الكرد في تضييق الخناق والتفاهم والاتفاق فيما بينهم سيؤثر سلبا على الحكومة الاتحادية في بغداد